فيلمنا بيبدأ مع الطفل أمري اللي بتروح له مامته قدام المدرسة بعد ما بيخلص اليوم الدراسي وبتاخده وبتروح البيت لما بيوصله بيتفاجئ أمري إن أهله وأصحابه وعملين له حفلة عيد ميلاده لأنه تم التسع سنين وكل واحد بيقدم له هدية وبيفرح جداً بالهدايا اللي بيدهاله وبتكون مامته جايباله اللوح للتزلج أما أخوك كبير بيبقى جايب له دولاب صغير قديم وشكله غريب لكن ما بيكونش ليه مفتاح فبتقوله مامته إنها كان بتحب تحتفظ بمفاتيح كتير إنه هي صغيرة إنها ممكن تديله واحد وبيخرج أمري مع صاحبه باتريك وأخوه علشان يجربه روح التزلج وبيديله باتريك لعبة صغيرة بلاستيك على شكل راجل هندي وبيقوله إنه ما يقدرش يجيب له هدية كبيرة عشان كده بيديله اللعبة البلاستيك كتذكار منه عشان يفتكره دايماً وبعدها بيرجع أمري البيت وبيقعد مع مامته وبيختار المفتاح المناسب للدولاب الصغير وبيفضل يجرب كل المفاتيح لحدنا بيلاقي واحد بيفتح معاه وبيفرح جداً وبتقوله مامته إن المفتاح ده قدته لها جدته وهي بتموت لإنها ما كانتش عندها حاجة تدهالها وبيقرر أمري إنه يحط اللعبة البلاستيك اللي على شكل راجل هندي بتاعة صاحبه باتريك في الدولاب وبيقفل عليه بالمفتاح وبيروح عشان ينام لكن بالليل بيصحى على صوت غريب مش بيبقى عارف هو جاي منين لكن بيكمل نومه ولما بيصحى الصبح بيسمع نفس السود تاني في قدته بيروح بقى عشان يفتح الدولاب وبيكتشف إن الراجل الهندي اللي هو حطه بيتحرك كأنه راجل حقيقي لكن بحجم صغير جداً وبيقرب منه صباعه وبيحاوله نلمسه لكن الراجل الهندي بيطلع صلاح صغير وبيقذي أمري به عشان بيبقى خايف منه وبيقول عليه إنه شيطان كبير وفي اللحظة دي أمري مش بيبقى مصدق اللي هو شايفه فجأة بيسمع بابا وهو بينادي عليه وبيقرب من قطه وبيدخل يستعجي الأمري عشان ميتأخرش عن مدرسة بيقفل أمري الدولاب بسرعة عشان بابا ما ياخدش باله وبينزل معاه وبتوصله مامته كالعادة لحد باب المدرسة لكن أمري مش بيبقى عارف يركز مع المدرس وبيفضل يبص على الساعة وبيبقى نفس الوقت يعدي بسرعة عشان يرجع البيت ويشوف اللعبة اللي بتتحرك وبتتكلم وبيقول صاحبه باتريك إن عجبته اللعبة اللي هو ادهاله في عيد ميلاده وبعدها بيخلص اليوم الدراسي وبيرجع أمري البيت وبيبقى مستعجل جدا عشان يدخل وبيطلع يجري على قطه عشان يفتح الدولاب ويشوف اللعبة لكن مامته بتبقى فاكرة إنه بيعمل كده لأنه جعان لكن الغريب إنه لما بيفتح الدولاب بيلاقي اللعبة رجعت بلاستيك تاني والراجل الهندي ما بيتحركش وبيزعل جدا عمري بيبقى فاكر إنه كل اللي حصل الصبح كان مجرد خيال مش حقيقة وبيقفل الدولاب وبينزل عشان يتغدى مع عيلته لكنه بيأكلش وبيقول لمامته إنه تعبان بتاخدوا معاها وبطلعوا لقضتها ولما بينام بتنقلوا لقضته لكن بيصحى تاني على نفس الصوت وبيقوم بسرعة وبيفتح الدولاب وساعتها بيلاقي اللعبة بتتحرك وبتكلمه وبيتفق معاه عمري إنه مش هيئزيه وبيمدله إيده وبيقرب منه الراجل الهندي اللي بيبقى حجمه صغير جدا بالنسبة لقمري وبيتسلل على إيده وبيبقى الهندي فاكر إنه ده سحر وبيقول لقمري إنه حاوي زيرجع تاني لبلده لكن قمري بيقوله إنه طيب ومش هيئزيه أبدا بيروح يدور على الألعاب بتاعته لحد ما بيطلع خيمة بلاستيك وبيطلب من الهندي إنه ينام فيها ويعتبرها بيت لي لكنه مش بتعجبه فبيجرب أمره إنه يحطها جهد دولاب ويقفل عليها بالمفتاح وبعدها بيلاقيها تحولت لخيمة حقيقة وبيطلب من الهندي ينام جواها وبعدها بياخد أمر الدولاب السحر بتاعه وبيقرر إنه يحط فيه ألعاب كتير وبيقفله بالمفتاح لما بيفتح بيتفاجئ إن العاب اللي حطها بتتحرك وبتضرب بعضها لكن لما بيلاقي إنهم هيئزوه بيخرجهم بسرعة برة الدولاب وبيقفله في اللحظة دي بيكون الرجل الهندي مرأبه من الخيمة وشايف كل حاجة بتحصل وبيرجع أمر بسرعة لسريله وبيبقى خايف جدا ومرعوب بيصحى تاني يوم الصبحة على صوت الرجل الهندي هو بيصحي من النوم وقال له إنه منامش في الخيمة وبيطلب منه إنه يبني له بيت فقرر أمر إنه هما ينزلوا في حديقة البيت وقال له الهند إنه مكان ده شبه اللي هو كان عايش فيه بدأ الطفل يجهز له أدواته وكان حاطت الهندي جوه الصندوق لكن في طائر اقتحم الصندوق وعد الرجل الهندي في رجله فبياخده أمر بسرعة ويطلع قده وبيحاول إنه يعالجه وساعتها بتجيله فكرة إنه ياخد لعبة على شكل جندي طبيب وبيقرر إنه يحطها جوه الدولاب ويقفل عليها عشان يتحول لدكتور حقيقي ويعالج الهندي وفعلا بمجرد ما بيفتح عليه الدولاب بيلاقيه بيحرك وبياخده عشان يعالج الهندي وبيقدر إنه يربط له رجله ويوقف النزيف وبعدها بيرجعه الدولاب السحر تاني عشان يحوله اللعبة وفي الوقت ده بتدخل مامته عشان تطمن عليه وبتقوله إنه ينزل عشان يفطر لكنه مش بتشوف الهندي لإنه بيبقى مستخب جوه البيت الجديد اللي عمله له أمري بيروح أمري للمدرسة وبيبقى الموضوع واخد كل تفكيره لدرجة إنه بيكتب عنه موضوع تعبير وبيقرأ المدرس بتاعه والأصحابه في المدرسة وبيعجبه جداً بيه لكن صاحبه باتريك بيستغرب من القصة وبيفتكر اللعبة البلاستيك اللي كان يدهاله هدية وبينتهي اليوم الدراسية وبيرجع أمري بسرعة للبيت وبيلاقي الهندي عمل بيت جميل بيعجب بيه أمري جداً وبيطلب من أمري إنه يجيب له سيف وأسهم فبيروح الطفل بسرعة يدور في الألعاب بتاعته وبيلاقي راجل معه سيف وأسهم وبياخده يدخله الدولاب السحري عشان يحاوله الحقيقة لكن بمجرد ما الراجل بيشوف أمري بيموت لأنه بيخاف من أمري بسبب إنه حجمه كبير وضخم بالنسباله وساعتها بيخاف أمري بيحس بالذنب جداً لكن الهندي بيهديه بيقوله إنه كان راجل عجوز عشان كده ما تحملش الصدمة وبيبقى أمري مرتبط جداً ومش عارف يعمل إيه ولا يتصرف إزاي فبيطلب من الهندي إنه يساعده يدفن الراجل العجوز عشان يتخلصه من جسيته وبينزلوا يدفنوا في حضقة البيت بعدها بيقابل أمري صاحبه فاتريك اللي بيديله لعبة تانية جديدة عشان يحطها مع الهندي وبيرجع أمري بسرعة للبيت وهو متحمز لكن أول ما بيوصل أطو بيلاقي أخواته قاعدين فوق وبيكون خايف إنه هما يكونوا كشفوا سره بعرفوا أي حاجة عن الدولاب السحري لكن بياخد باله إن الراجل الهندي مستخب منهم تحت السرير وهم مش بيبقوا شايفينه وبيبقوا يتفرجوا على البيت بتاعه بتعجبهم جدا لكن بيبقوا فاكرين إنه أمري هو اللي عمله وبيحاول أمري إنه يخرجهم من القوضة فبيرمي الكرة اللي فيها الفار بتاع أخوه عشان يكبرهم إنه يسيب القوضة ويخرج وراءه بعدها بيقرر أمري إنه يعترف لصاحبه باتريك بالسر بتاعه وبيوريه الهندي هو بيتحرك وبيتكلم معه وبيكون باتريك مش مصدق اللي بيشوفه وإنه إزاي اللعبة البلاستيك اللي إدها لصاحبه ديه فجأة حاولت لراجل حقيقي بيشوفهم وبيكلمهم فبيقول لأمري إنه الدولاب السحري هو اللي بيحاول الألعاب لناس حقيين لكن باتريك بيبقى متشوق جدا إنه يجرب بالرغم إنه أمري بيمنعه وبيقول إنه مسئولية كبيرة لكن لما بيسيبه في قطه وينزل بيقرر باتريك إنه يجرب بنفسه علشان يشوف بعينه التحول اللي بيحصل وبيبدأ باتريك يحط لعبة على شكل فارس راكب حسان وبيقفل عليه بالمفتاح وفجأة بيدخل عليه أمري وبيلاقيه بيفتح الدولاب السحري وبيحاول يمنعه لكنهم بيلاقوا الفارس والحسن تحولوا الحقيقة وبيهجموا عليهم وبيلحق أمري الفارس وبينقذه قبل ما بيقع على الأرض ويموت ويعرفوا إنه الفارس ده راعي بقر وبياخدوا أمري يحطوا على السرير لكنه بيبقى معامه سدس وبيضرب عليهم نار بس ما بيحصل لهمش حاجة وبيقول باتريك لأمري إنه عاوز يحتفظ به وياخده لكن أمري مش بيبقى موافق لأنه بيبقى خايف سره يتكشف لحد لكن باتريك بيقنعه إنه مش هيقول لأي حد وهتبقى سر بينهم وبيتفق إنه يجبهوله بكرة بعد المدرسة بعدها بيشوف الفارس الراجل الهندي وبيبقى هيدرب عليه نار ويقتله لكن أمري بياخده وبيدخله جوا الدرج بتاع المكتب وبيقفل عليه وبيكون الهندي زعلان جدا من أمري لأنه وعده إنه مش هيجيب له ناس تانية وهو موفش بوعده وبعدها بيقول الهندي الأمري إنه وحيده محتاج زوجة أو تاني يوم بيصحى أمري من النوم وبيلاقي الهندي بيتخنق مع الفارس وبيضربه بالسهم وبيحاول الأمري إنه يبعده مع بعض وبيقول الهندي إن الفارس كده كده هيمشي وبيخدهم أمري معالي المدرسة وهناك بيبقى باتريك صاحب واقف مستنيه ولما بيقابلوا بيحطهم مع بعض في شنطة واحدة بيشيلها باتريك وبيفضل أمري طول اليوم الدراسة مرائب باتريك ومش مركز في أي حاجة لحد ما بيشوف باتريك وهو واقف مع أصحابهم وبيكلمهم عن اللعب الحقيقية اللي في شنطته وبيبقى هيفتح الشنطة عشان يوريهم بيلحقوا بسرعة أمري وبيروح له عشان يمنعهم لكن المدرس بتاعهم بيسمعهم وهما بيتخنقوا بصوت عالي وبيروح عشان يحللهم مشكلتهم وبيسمع أمري وهو بيقول لباتريك إنهم بشريين حقيقيين ولو خرجهم من الشنطة هتحصل لهم مشكلة فبيسمع المدرس إن يشوف إيه اللي معاهم وبيجبر باتريك إنه يفتح شنطته لكن لحزن حظهم بتبقى اللعبتين اتحاولوا لبلاستيك مرة تانية وبيقول لهم المدرس إنهم يحلوا مشكلتهم ما يتخنقوش وبيطلب منهم يروحوا لفصلهم وبينتهي اليوم الدراسة وبيطلب أمري من مامة باتريك إنها هتسيبوا يقضوا اليوم معاه بتوافق وبيرجعوا الولادين للبيت وبيجيب أمري الهندي زوجة زي ما هو طلب منه وبيدخلوا القوضة عشان يحطها في الدلاب السحر ويحولها له الحقيقة لكن فجأة بيلاقي أمري الدلاب اختفى ومش موجود في مكانه بيروح يسأل عليه أخته اللي بتساومه وبتقوله إنها هتجيب لها الكرة اللي فيها الفار وهي تقوله على مكانها بيروح فعلا أمري بسرعة يجيبها لها وبتقول لأخته إن الدلاب موجود في المخزن فبينزل أمري وبينلاقيه فعلا لكن بيتفاجئ إن المفتاح مش فيه فبيرجع تاني الأخته عشان يسألها وبتقوله إنها متعرفش وبيقعد أمري مع باتريك وبيبقوا مش عارفين هيعملوا إيه وهيجيبوا مفتاح تاني منين ويشغلوا التلفزيون وبيتفرجوا على فيلم بيكون فيه رعاة بقر بيقتلوا الهنود فبيتعصى بالراجل الهند وبيقتل راعي البقر بالسهم عشان ينتقم من الهنود وبيبقوا الولاد مش عارفين يتصرفوا إزاي وبيبقوا مش عارفين حتى يجيبوا الجند الطبيب لأنهم مش لقيين مفتاح الدولاب بيشيل الهند السهم من جسم راعي البقر وبيطلب من الولاد إن هما يسيبوا لوحده في نفس الوقت بتدخل مامة أمري عشان تطمن عليه وبتقوله إن الفار بتاع أخته مش لقيينه وبتقوله إن أخته أخدت منه الخزانة بتاعته إنها كانت فاكرة إنه هو اللي خب الفار بتقوله إنهم لو سمعوا البلاط بتاع الأرض بيتحرك فعرفوا إنه ده الفار لإنه هرب وبابا بيحاول يجيبوا فبيحس الولاد إن كده راعي البقر في خطرة لأن الفار ممكن يجي في أي وقت ويكلوا بيقرروا إن هما يقسموا نفسهم واحد ينام والتاني يسهر جنبه عشان ياخد باله منه وبيفضل أمري قاعد جنبه لكن ما بيقدرش يقاوم وبينام على الأرض من غير ما يحس وبييجي الصبح وبيصحى أمري على صوت الفار بيجيب كشف عشان يشوفوا فتحة صغيرة في الأرض وبيلاحظ إن المفتاح واقع فيها ولأن الفتحة بتكون ديقة جدا فبيقرروا إن هما ينزلوا الهند عشان يجيب المفتاح وكان الفار على وشك إنه ياكل الهندي لكن بيقدر الهند إنه يطلعوا معا المفتاح وبيخرج وراع على طول الفار وبيلحقوا أمري وبيمسكوا بسرعة ويخرجوا برا الأوضة ويودي الأخته وبعدها بيرجعوا الجند الطبيب للحياة واللي بيقدر إنه يعالج راع البقر وبيشكروا أمري نام خزوا وبعدها بيقرر إنه يدخلوا تاني للدلاب السحر عشان يرجعوا بلاستيك وفي اللحظة دي بيتفاجئ أمري إن الهندي يروع البقربة وأصحاب ويبقى عايز أمري ينفذ وعده للهندي ويجيب له زوجة لأنه مش عايزه يبقى وحيد لكن الهندي بيمنعه وبيقوله إنه أكيد لها حياتها وأهلها ما ينفعش نحرمها منهم وبيقوله كمان إنه هو عايز يرجع تاني مع أهله ويرجع لحياته الطبيعية وبينصح أمري إنه يتعلم يعيش لوحده ويتأقلم مع اللي حواليه فبيفكر أمري في كلامه وبيقرر إنه يرجعهم تاني لحياتهم ويدخلهم جوة الدولاب السحري وبيودعهم وبعدها بيفتح الدولاب وبيلاقيهم خلاص رجعوا بلاستيك مرة تانية وبيعاية أمري وبيبقى زعلان جدا لأنه تعود عليهم وحبهم بعدها بيحكي القصة للمدرس وبتعجبه جدا واللي بيفتكر إنه ده من إبداع وخيال أمري الفيديو ده كتابته إمان ماهر وسجلته أمل عقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنيمي سليم